اهلا وسهلا بكم في جزء الرابع والاخير من المحاضرة الثالثة من مقرر تقنية التصوير الطبي المحاضرة الثالثة عن موضوع التصوير بالرانيين المالاطيسي ده محتوى المحاضرة الرابعة اتكلمنا في جزء الاول على فكرة العمل اتكلمنا في جزء التالي عن نواع التصوير بالرانيين المالاطيسي اتكلمنا في جزء التالي على تعريف بالاجهزة هنتكلم إن شاء الله في المحاضرة دي على عوامل السلامة في تصوير الإنسان في الحقيقة أهم تأثير لتصوير رانيم ماناتيسي اللي بيسبب قلق بالنسبة للمرضى هو تأثير امتصاص طاقة موجات الراديو في الجسم طبعا المعروف أن بيسبب تعرض لموجات الراديو لفترة طويلة ارتفاع درجة حرارة المكان اللي بيتم تعرض لموجات الراديو فيه فلو احنا شفنا مثلا فيه عندنا هنا يعني منحنى بياني كده بيقول لنا ده الوقت وده درجة الحرارة يعني كل ما زاد الوقت يعوصلنا مثلا لساعة ممكن درجة حرارة ترتفع قربة تريبا درجتين ونصف أو ترت درجات في المكان اللي احنا بنصور فيه وده الحقيقة التجربة دي كانت معمولة على يعني مخ بتاع حيوان بحيث ان هو يقدر يقيس داخله إيه اللي بيحصل بالزبط فطبعا احنا بنسبلنا ترت درجة حرارة أو ترت درجات مئوية تغيير داخل المخ ده حاجة خطيرة جدا ما يقدرش نسمح بيه فالحقيقة علشان يبقى فيه امان في استعمال تصويب الراني المغناطيسي فيه ضوابط صارمة لكمية وزمن التعارض لهذه الموجات في جميع كسطة تصويب الراني المغناطيسي وده طبعا نتيجة الاعتماد بتاعها طبعا احنا الجهاز الراني المغناطيسي ما بيطلعش كده من الشركة المنتجة على طول المرضى لا ده لازم فيه جهات بتعتمده عشان نتأكد ان هو امن فالجهات بتاعت الاعتماد دي بتتأكد ان الضوابط دي يعني موجودة ومفعلة بالنسبة للاجهزة دي كلها قبل ما تستطيع نصور بيها على مرضى فالحقيقة نقدر نعتبر ان الاجهزة بتاعت الراني المغناطيسي امنة تماما لان هي بتتأكد ان الكمية والزمن اللي بتعرض ليهم المريض اقل من الحدود اللي تسمح بارتفاع درجة حرارة حتى اذا حاول مستخدم الجهاز زيادة جرعة التعرض الجهاز نفسه لا يستجيب فبالتالي يعني نقدر نقول للجهاز الراني المغناطيسي الامام بتاعه موجود داخل الجهاز نفسه مش زي تصوير بالموجات فوق الصوتية زي ما احنا كنا منتكلم في يد الطبيب لا الطبيب الحقيقة في الراني المغناطيسي مش هو حتى اللي بيستعمل الجهاز عادة بيبقى فيه فني تصوير هو اللي بيصور والطبيب بس هو مجرد بيقول هو يعيز يصور ايه وبيقرأ بعد كده الصورة انما في التصوير بالموجات فوق الصوتية الطبيب نفسه هو اللي بيجري التصوير فهنا الحقيقة الجهاز بتاع الراني المغناطيسي فيه كل عوامل الامان مفعالة داخله بحيث ان اي مستخدم يستعمله ما ينفعش او ما يقدرش بيه ان هو يسبب اي ضرر للمريض بس الحقيقة نتيجة لوجود ارتفاع في درجة حرارة زي ما احنا شايفين هنا كده لا يمكن متابعة الحوامل بهذه الاجهزة ما ينفعش ان انا نصور حامل عشان نتابع الجنين باستعمال الموجات فوق الصوتية باستعمال الراني المغناطيسي فطبعا دي حاجة مهمة جدا لازم نخدها في اعتبارنا ودي الحقيقة الحاجة اللي كنا بنتكلم فيها في التصوير بالموجات فوق الصوتية ان يعني التصوير بالموجات فوق الصوتية هو الوحيد اللي بيبفع بيه نعمل متابعة للحوامل بس الحقيقة ممكن نصور الحوامل التصوير الضروري في اماكن اخرى فقط يعني فرضا ان الحامل احتاجت نهاية تعمل تصوير راني المغناطيسي على المخ مفيش مشكلة في حاجة زي كده بس يعني دي حاجة مختلفة عن تصوير بتاع متابعة الحامل هنسمع مع بعض كده يعني عينها من اصوات اللي بتحصل اثناء التصوير الرياني المغناطيسي حانا نتخيل مع بعض كمية الاضوضاع اللي بتعرض لها المريض داخل الجهاز زي ما احنا شايفين طبعا الصوت عالي جدا وطبعا احنا متخيل المريض داخل الجهاز دوت بيبقى طبعا الصوت جايله من داخل الجهاز نفسه طبعا زي ما احنا شايفين كده في الصورة نلاقي ان الجزء الداخلي دوت هو ده عبارة عن الجزء اللي فيه بقى الملفات بتاعت الرسال والاستقبال وهي دي الحقيقة هي اللي بتعملين الاصوات اللي هنسمعها ديت هي والملفات بتاع يعني المجال المغناطيسي اللي هي يعني بنقدر بنعمل عملية تصوير والحقيقة الصوت بيبقى عالي جدا جدا جوا اكتر حتى من خارج الجهاز فالحقيقة لازم المريض يضع سدادات الاذن يعني سدادات الاذن حاجة بسيطة بالشكل كده عبارة عن حاجة معمولة من الفلين بحيث انها تقدر تقلل يعني شدة الصوت الجاي من الجهاز او ممكن بفيه مجموعة سماعات خاصة بجهاز الرانين مغناطيسي عشان تقلل التأثير المزعج بتاع الضوضاء اللي حصلة دي السماعات بتاعت الرانين مغناطيسي ما هيش سماعات عادية لا ده حقيقة بتبقى سماعات يعني كبيرة بتغطي الاذن اولا عشان تمنع الضوضاء الخارجية اللي تخش جوا وبعد كده بتتصل بالجهاز عن طريق يعني عبارة عن يعني خراطيم هواء كده بالشكل ده بحيث ان الصوت نفسه بينتقل من خلال الهواء جوا الخراطيم ديت ويوصل للجزء اللي بيسمع منه الانسان هنا يعني ممكن نسمع موسيقى من خلال السماعات ديت او نسمع اي حاجة محببة يعني بالنسبة للمريض بس ماينفعش نحط سلكة عشان الاسلاح دي بتعمل تشوهات في المجال المغناطيسي فمندرش ندخلها داخل الجهاز فبالتالي بيبقى نوعية السماعات اللي بتستعمل داخل جهاز الراني المغناطيسي بتبقى نوعية خاصة ما هياش النوعية العامة اللي بنستعملها في حياتنا العادية من الحاجات المهمة جدا ان احنا ندرس تأثير جهاز التصويب الراني المغناطيسي على البيئة المحيطة به في الحقيقة احنا ممكن كل واحد فينا بيبقى لها بالساعة في ايده ممكن يبقى معها بطاقات ائتمان او بطاقات مغناطة بيستعملها في اغراض مختلفة ممكن يبقى معاها مثلا بعض الديسك بتاعة الكمبيوتر اللي هي بيستعملها عشان يخزن عليها بعض البيانات ممكن معاها هارد ديسك مثلا الخارجي مثلا اللي بنستعمله مع الاجهزة اللابتوب في بعض الاجهزة الحقيقة ممكن تبقى موجودة مع الانسان وماشي بيها والحقيقة لازم ناخدها في الاعتبار كويس قوي واحنا قريبين من جهاز الراني المغناطيسي في الحقيقة جهاز الراني المغناطيسي بيبقى له حدود معينة عبارة عن مجموعة خطوط كده حواليه او مجموعة ان هي عبارة عن شدة المجال فيها بيبقى حد معينة عبارة عن حدود بتاعة المجال ان هو يوصل حد معينة كل واحدة من الحاجات اللي احنا شايفينها دي لها شدة مجال لازم تبقى عندها ما ينفعش انها تتخطاها لو تخططها جهاز الراني المغناطيسي الكبير اللي موجود داخله دوت ممكن يؤثر على الحاجة دي فمثلا لو احنا بنحاول نحط جهاز اشعة مقطعية او جهاز مثلا جاما كاميرا او حاجة زي كده ما ينفعش نحطه لشدة مجال يعني اكتر من مثلا واحد من عشرة ميلي تسلا والحقيقة لو زودنا عن كده لو احنا دخلنا جهاز الاشعة المقطعية داخل المجال الاعلى دوت هنلاقي ان جهاز الاشعة المقطعية ممكن ما يشتغلش بساكس سليم نفس الكلام لو انا عندي مثلا مريض يعني عنده يعني حاطت يعني منظم ضربات قلب الكتروني فلو هو حاطت منظم ضربات قلب الكتروني لو قرب زيادة عن نص ميلي تسلا هنلاقي ان ده ممكن يتعرض حياته الخطر فعلا يعني لو احنا عندنا شاشة برضو مفروض ان هي ما نزودش القرب بتاعها عن واحد ميلي تسلا ما ينفعش نقربها اكتر من كده لو قربناها اكتر من كده هنلاقي ان الشاشة نفسها المعلومات اللي عليها بتظهر بشكل يعتبر مشوهة طبعا احنا كان زمان الكلام ده موجود كتير الحقيقة نتيجة اللي كان كل الشاشات بتاع الجهزة بتاع التصوير الطبي كان كلها شاشات عادية انما لما غيرنا الشاشات اللي هي تعتبر LCD او LED الحاجات الانواع الجديدة اللي هي الشاشات المسطحة بقى المشكلة دي ما بقيتش موجودة في الحقيقة لو عندنا جهاز كمبيوتر برضو لازم يبقى على مسافة معينة من برضو من المغناطيس ما ينفعش ان هو يكون على مسافة قريبة لو قربناها زيادة عن كده هنلاقي ان المعلومات على القرص الصلب بتاع الكمبيوتر او الهارد ديسك بتاعه هتمحى ويبقى طبعا فيه مشكلة لو انا عندي ساعة تعتبر من الساعات اللي هي العادية مش الساعات الرقمية دي برضو بيقى فيها مشكلة لان الميكانيكا الداخلية بتاعتها بتحتوي على اجزاء فيها بعض الحاجات المعمولة من الحديد الحقيقة لما بتخش داخل المجال الكبير قوي ده اللي بيحصل نها بتتني الحقيقة ممكن نها تتني بشكل ما هيسمحش بالساعة دي نها تبقى يمكن اصلاحها خالص فطبعا بيبقى خسارة طبعا لو حد دخل بساعة قيمة ممكن نها تبقى يعني تبقى يعني في الاخر وهو طالع بتبقى يعني خلاص انتهت ما بيبقاش ممكن استعمالها مرة اخرى اللي برضو بتاعت الاقتمال لو دخلنا عند مسلا اقل من خمسة ميلي تسلا يعني قربنا ازيادة عن كده الحقيقة كل المعلومات اللي عليها بتمحى فبالتالي بتبقى يعني طبعا تعمل مشكلة لحد بيبقى مسلا عام الحساب ان هو يستعملها في حاجة مهم جدا لازم ناخدها في اعتبارنا ان المجال المغناطيسي بتاع التصويب الرانين المغناطيسي دوت ده مش مجال موجود بس في الدور اللي موجود فيه جهاز الرانين يعني تخيلنا مثلا الجهاز الرانين المغناطيسي موجود في الدور دوت المجال بتاعه بيبقى مش بس بالشك ده كده مسافات مختلفة في داخل نفس الدور لا ده لازم ناخد في اعتبارنا ان هو في التلات اتجاهات يعني ممكن يبقى في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده وفي الاتجاه اللي هو العمودي كمان اللي هو بالنسبة الادوار اللي فوق اللي تحت لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا برضو لان المجال المغناطيسي موجود في جميع الاتجاهات فدي طبعا حاجة مهمة جدا علشان ممكن طبعا يبقى فيها ممكن تتعرض حياة مثلا شخص عنده منظم ضربات قلب مثلا للخطر نتيجة انه قرب زيادة للمجال بتاع الجهاز الموجود فلازم ناخد التأثيرات بتاعت جهاز تصوير برني ماناتيسي على البيئة في اعتبارنا في تصميم الجهاز هيتحط فين ويبقى المسافات بتاعته عن الاماكن الحيوية الاخرى الموجودة في المستشفى او موجودة في العيادة او موجودة في المكان اللي موجود فيه الجهاز دوت تبقى كلها منتاخدها في الاتبار الحقيقة فيه تأثيرات اخرى بالعكس ممكن البيئة تؤثر على جهاز تصوير برني ماناتيسي لو تخيلنا ان الجهاز الرني ماناتيسي بالشكل ده هو الماناتيسي بتاعته شكلها عاملة كده دي خطوط المجال الماناتيسي لو انا مش حاضط حوليه اي حاجة معدنية خالص اي حاجة فيها حديد هللاق ان المجال الماناتيسي داخل الماناتيس اللي هو مكان تصوير المريض هللاق ان هو منتظم بالشكل ده كل الخطوط بتاعته متوازية لو حطيت هنا بعض الحاجات اللي مصنوعة من الحديد قريبة زيادة من الماناتيس هللاق المجال الماناتيسي الداخلي اللي انا بصور فيه بيبقى غير منتظم عدم الانتظام ده الحقيقة بيسبب مشاكل ويسبب تشوهات في الصورة زي ما تكلمنا في المحاضرة السابقة فبرضو بيبقى فيه نفس الحكاية كده بيبقى فيه عندي بقى مجموعة حاجات مفروض ما اقربهاش من المجال الماناتيسي علشان المجال الماناتيسي ما يتأثرش يعني هنا بقى بنكلم على ان الحاجات اللي قدامنا في الصورة دي هي اللي بتأثر على الجهاز مش العكس فممكن نتخيل حاجة زي الأوتوبيسات او حاجة زي القطرات او العربيات العادية او المصاعد واي اجهزة مثلا زي مثلا لو فيه عند حد مثلا ثاقب او حاجة زي كده او بعض الاجهزةurn اللي هية بالتاعة الاشياء السينية اللي ممكن نحركها من مكان ل مكان او الحاجة اللي نحط عليها المريض اللي هي النقار اللي نحط عليها المريض كل الحاجات دي الحقيقة لازم نعرف كويس قوي هي موجودة مسافتها للنماغناطيسي علشان نتأكد ان مش سيحصل مشاكل داخل المجال الماغناطيسي طبعا الأوتوبيسات دي نتكلم مثلا على طبعا في المستشفى من فيش أوتوبيسات بس ممكن يعني داخل المستشفى يبقى عندي الجهاز برايسي الماغناطيسي محطوط قريب من الشارع والشارع بيمر فيه مثلا أوتوبيس أو بيمر فيه مثلا مترو أو بيمر فيه حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تؤثر او ممكن بها فيه سيارات تتحرك وممكن ان هي تقف موجودة في وقت ومش موجودة في وقت تاني كل الكلام ده بيأثر لي على المجال المغناطيسي ولازم اخده في اعتباره نفس الكلام بالنسبة لوجود المصاعد مثلا داخل المستشفى وارباها من المجال المغناطيسي كل الحاجات دي الحقيقة اللي بيصمم مكان الجهاز التصويب الرانيسي المغناطيسي لازم اخدها في اعتباره ولازم الحاجات بقى الصغيرة او الجهزة بتاعت الناس اللي بشهر في المستشفى مثلا اللي هي زي الشاكوش او الحاجات دي كلها. لازم يتأكد تماما ان هي كلها ما فيهاش اي نوع من نوع الحديد علشان ما تقصليش على المجال المغناطيسي وعشان ما تعمليش مشاكل. في الحقيقة علشان نحاول نقلل المسافات اللي هي بيبقى فيها المجال العالي علشان نحاول نخلي المساحة اللي انا لازم اخليها حوالين الجهاز العالي علشان السلامة. ممكن حقيقة يبقى فيها عندنا حاجة مسميها درع للمجال المغناطيسي موجود داخل المغناطيس اللي هو بتاع جهاز التصوير. فجهاز نفسه بتاع العالي علشان مغناطيسي ممكن يكون بدون درع او ممكن يكون مزود بدرع غير ناشط او مزود بدرع ناشط. غير ناشط ده معناه ان انا مسلا بجيب حاجة زي مثلا شبكة حديدية بحطها حوالي كده بحيس انها بتحاول تقلل المجال المغناطيسي الداخل او خارج الشبكة دي. الدرع الناشط الحقيقة بيقوم بدور اكتر من كده شوية. هو بيمنع فعلا المجال المغناطيسي الداخل اللي هو يطلع والجزء اللي بيطلع منه اللي هو بيتسرب منه دوت بيحاول ان هو يعمل مجال مغناطيسي معاكس بحيس ان هو يحاول ايه يلغي او يحاول ان هو يضاده. فلو احنا بصينا مثلا على انواع مختلفة او شدات مختلفة المجال المغناطيسي ده نص تسلا ده واحد تسلا ده واحد ونص تسلا ده اتنين تسلا كل واحدة من المربعات دي عبارة عن متر في متر. فلو بصينا هنا مسلا هنلاقي ان احنا لو عندنا ده المغناطيس بتاعنا اللي موجودة عندنا هنلاقي عندنا في الجزء بتاع النص تسلا الخط اللي موجود دوت الخط اللي هو اللي احنا رسمينه ده ده خط الامان وده على فكرة بيبقى مرسوم داخل حجرة المغناطيسي يعني بمعنى ان انا لما بدخل حجرة المغناطيسي بيبقى الخط ده لازم موجود جوه القودة لازم بيبقى مرسوم. علشان الاجهزة الخطيرة او الحاجات اللي احنا ممكن نعتبرها حديدية مسلا ممكن المغناطيسي شدها. مفروض انها ما تتعداش الخط ده. فهنلاقي عندنا في الحالة بتاعت ان ما فيهوش درق اللي لا يوجد درق اللي هو اللي ما فيهوش درق خالص. هنلاقي مسافته كبيرة كده زي ما احنا شايفين. لو حطنا درق غير ناشط هنلاقي هي كده. لو حطنا درق ناشط هتقل زيادة او حمرة هنلاقي ان احنا كل ما احنا خلينا ان يبقى عندنا اللهم الاناتويس بتاعنا مزود بالدرق الناشط. هيبقى عندنا فعلا المسافة بتاعتنا بتقل جامد جدا. يعني هنلاقي مسلا عندنا في الاتنين سما المجال مناطيسي الكبير اوي. هنلاقي 갈جزء اللي فيه. هنلاقي نفس مسافته هي نفس المسافة بتاعت الامان بتاعت النص تسلا لما م وتكونش مزودة بدرة. فطبعا دي حاجة مهمة جدا عشان نقلل الحجم او المساحة بتاعت الاوضاء اللي احنا محتاجينها عشان الراني الماناطيسي وبالتالي نزود الامان في داخل المستشفى وفي داخل الحجرة نفسها فطبعا احنا كل ما بيزيد المجال طبعا من واحد الواحد ونص الاثنين نلاقي طبعا مسافة بتزيد بس طبعا المسافات دي دلوقتي لازم بتتاخد في الاعتبار حاليا في التصميم بتاع الغرفة نفسها وكل الجهاز الحقيقة بيبقى له تصميم مختلف وكل الجهاز بيبقى جاي مع الحدود بتاعت المجال الماناطيسي بتاعته بتبقى شكلها عاملت ازاي بحيث تتاخد في الاعتبار في تصميم الغرفة بتاعته في الحقيقة بقى واحدة من الحاجات اللي دايما للأسف بتحصل هي حوادث اجستراني ماناطيسي دي الحوادث دي بتنشى نتيجة لان الماناطيس ده برعا حاجة بتشد اي حاجة حديدية في بعض الاحيان للأسف بعض الناس ببيرعوش العوامل السلامة وبيقربوا زيادة قوي عن الحد اللي هو المسموح به فبالتالي لو هم معهم اي حاجة معدنية الماناطيس بيشدها بتاع الجهاز التصوير فنلاقي مثلا هنا زي ما احنا شافين ده كان فينا كارت كده بتاعت ادوات تشدت هنا كرسي تشد هنا كرسي مريض تشد هنا ده حامل تحليل حامل بتاع تحليل بتاعت مريض تشد هنا برضو كرسي تشد هنا بارة عن نقالة بتاعت مريض تشدت نفس الكلام هنا هنا الحقيقة حاجة خطيرة جدا ده المريض جوه بين النقالة وبين الجهاز حاجة خطيرة جدا حضر لكم شايفين رأسه اي وايدي اي 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 دي حاجة خطيرة جدا لان المجال المغناطيسي الحقيقة لازم نحطينه في اعتبارنا مجال قوي جدا لو بنتكلم على ان الجهاز بتاعنا 1.5 تسلا واحد ونص تسلا ده مجاله عبارة عن 15 الف مرة شدة مجال الارض المغناطيسي ولازم نحط في اعتبارنا دائما ان حتى لو جهاز تصوير البراني المغناطيسي مغلق لو احنا شايفين الكمبيوتر الخارجي مغلق مش معناه ان المغناطيس ما هو الشغال المغناطيس بيبقى شغال دائما 24 ساعة في اليوم لا يغلق مع الجهاز فبالتالي ما ينفعش ان احنا نفترض ان هو مش شغال وندخل داخل الحجرة دي مثلا معنا كاميرا او معنا اي جهاز من الاجهزة اللي ممكن يحتوي على حديد جواه وبالتالي هتشدد بسرعة وبعنف شديد جدا وممكن هيدمر اجزاء من المغناطيس نفسه او اجزاء داخلية مثلا زي الملفات بتاعة التواصل مع الذرات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها ملفات اللي هي بتبعت وتستقبل موجات الراديو او ممكن لو في مريض داخل الجهاز طبعا يبقى فيه خطورة على حياته مفيش كلام لان الحاجة اللي بتنطلق جوه المغناطيس الحقيقة بتنطلق بسرعة كبيرة جدا بتبقى كأنها مقذوف فبالتالي بيبقى فيه خطورة جديدة الحقيقة منها على الجهاز نفسه وعلى حياة اي مريض داخله وطبعا يعني دايما نراعي ان احنا في المكان بتاعه حجرة الراديو مغناطيسي في التصميم بتاعه لازم نحط بوضوح الحد بتاع الامان عشان مفيش اي حد غير متخاصل يخش داخله ودي طبعا حاجات ممكن الحقيقة بتحصل زي ما احنا شايفين كده لو احنا دورنا في الانترنت على حوادث اي كيس المغناطيس سنلاقي صور اكتر من كده بكتير انا جاي بصور بس كتير عشان اوريلكم الموضوع ده ما هواش الحقيقة انكمون يعني الحاجات دي كلها بتحصل كتير للأسف ويلازم نراعيها كويس قوي علشان ما تتكررش او مشان ما تحدثش في الاماكن اللي احنا موجودين فيها اشكركم حص المتابعة ده كان جزء الاخير من المحاضرة التالتة نلتقى ان شاء الله في اول المحاضرة الرابعة عن تصوير بالعشاعة السينية ان شاء الله